على لسان نائبة الوزير الأول ووزيرة الخارجية تانيا فايون أعلنت جمهورية سلوفينيا عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية وعن دعمها الدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً لما تمليه قرارات الشرعية الدولية لتتكشف أكاذيب المغرب حول دعم ليوبيليانا لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية فلقد خرج علينا المغرب منذ ما يقارب ثلاثة أشهر عبر وابل من البرقيات المنشورة في إعلامه الرسمي وإعلامه الموازي بمغالطات مفادها أن جمهورية سلوفينيا قد غيرت وحورت موقفها من قضية الصحراء الغربية وبأن وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط آنذاك قد أعلنت هذا التغيير الجوهري في السياسة الخارجية لبلادها ولكن كما يقال حبل الكذب قصير جداً وها هي سلوفينيا تعلن من عاصمتها عن موقف بلدها الثابت والقار الغير القابل للتصرف أو التقادم تجاه القضية الصحروية ليكرس هذا الموقف الثابت في بيان رسمي مشترك وقعت عليه وزيرة الخارجية السلوفينية رفقة نظيرها الجزائري أحمد عطاف بالعاصمة اليوبيليانا لتتهاوى انتصارات المغرب الوهمية واحدة تلو الأخرى وتتكشف أكاذيبه وتلفيقاته حول الدعم الدولي لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحروية وتتساقط مزاعمه حول تزايد عدد الدول المعترفة والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي كحل للصراع في الصحراء الغربية المخزن أخطأ هدفه هذه المرة برمي ثقله على جمهورية سلوفينيا هذا البلد الذي له تاريخ عريق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بلد جعل من هذا المبدأ ركيز أساسية لسياسته الخارجية منذ عقود